السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس سبعة آذار مارس طبعا القمر ما زال موجود في برج الجدي احنا بفترة خلو مسار ولكن بعد منتصف الليل تقريبا ساعة 12 و 38 دقيقة القمر رح ينتقل من الجدي للدلو وبينتهي خلو المسار طبعا هذا بعد منتصف الليل يعني خلال طيلة نهار يوم الخميس أو يوم الخميس القمر رح يكون موجود في برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 21 و 3 دقائق بعد منتصف ليل اليوم الجمعة على السبت لينتقل القمر بعديها لبرج الحوت القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة للتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 22 و 42 دقيقة عصر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد زي ما حكينا احنا الآن في فترة خلو مسار خلو المسار بدأ الساعة 7 و 34 دقيقة من مساء يوم الأربعاء ورح يستمر لغاية الساعة 12 و 38 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو هذا بيعني انه الوقت المتبقي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و 38 دقيقة بعد منتصف الليل خلص القمر باستقر في برج الدلو معناته اليوم ام نشعر بالحاجة الملحة للتغيير لأن الرتين هو عدو هاي الوضعية أو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق أو تجربة طريقة جديدة للحياة بيميل الأشخاص من حولها للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا الزاويتين الزاوية الأولى هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة ثنتين وأربع وخمسين دقيقة صباحا أو فجرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون الساعة تسعة وسبع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقذين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل لأن الإفراط بالأكل في هاي الفترة ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندها بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب والعضلات الساعد هرمونات الغدو الدراقية أيضا طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية العضاء غير هاي الأعضاء ما في أي مشاكل لا يجرأ العمليات الجراحية ولكن هاي الأعضاء اللي ذكرناها لا تصلح للعمليات الجراحية إلا إذا كانت الطرارية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلو أو استقر في برج الدلو خلو المسار القادم بيبدأ الساعة ستة وخمس وخمسين دقيقة من مساء يوم الجمعة وبيستمر حتى تمام الساعة وحدة وثلاث دقائق بعد منتصف ليل الجمعة على السبب لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ستة وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين ودقيقة فجراً بصير سبعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة تسعة بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو ورح يستقر في الدلو لغاية تسعة ثلاثة سعيدة الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعات الصباح منتحس بنسبة عشر في المية ساعات الظهر منتحس بنسبة خمسين في المية في ساعات المساء منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية عطارد في الحوت حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم احدعش ثلاثة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الدلو حتى يوم اثنين وعشرين ثلاثة منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الثور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة وبناسبة العمل من ضمن مجموعة ممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة خلال هذا اليوم أهمش أنك تنظم جدعو الأعمالك تحسبا لضيق الوقت برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا فيه إثبات جدارتهم للمسؤولين بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهمش أنك ما تشوه سمعتك لأن الظروف ضاغطة ممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة أهمش أنك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تسافر أو توقع على عقد أو تروج لمواهبك أو اهتماماتك كون جري وما ترتبك خصوصا في المواقف المهمة والصعبة بالعكس حاول أنك تثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة اليوم بيحمل لك انفراج كبير برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتكتخففوا من النفقات حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم كن واثق من نفسك ومن كفاءتك ولا تسمح لأي شخص بإنه يشكك بقدراتك ممكن تنشغل اليوم بملف إداري برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة سواء الشراكة بالعمل أو الشراكة العاطفية أو ما بين الأزواج فعشان هيك ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بهم هاي الفترة تعتبر فترة ضاغطة أكثرها تهديد للاستقرار فعشان هيك بدك تحاذر من المشاكل والعصبية بتميل لفرض الرأي على الآخرين حاول إيجاد المخرج والحلول دون تشنج برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء رغم تراكم العمل لأنه عندكم قدرة على مواجهة وإنجاز حصة الأسد من أعمالكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلازمكم الواجبات وبترافقكم مشاعر مختلفة معظمها فيها قلق نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تاخير ولا تهملوا صحتكم ولا واجباتكم اتجاه الأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط فني بتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر من أكثر أيام الشهر حظا فما تقف متفرجا إسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافئة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب يتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة حاول أنك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر عقاري أهم شنك تتجنب الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب ومتجاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا اليوم في السفر والاتصالات واللقاءات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع بسرعة بديهة عالي جدا خلال هذا اليوم حاول أنك تتصرف ولكن بدك تسيطر على إنفعالاتك ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات أهم شي ممكن اليوم تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم أنتم ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات بتتصلت الأضواء على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيم كبيرة فترة إيجابية ممكن ترغب في التغيير أو في اقتحام مجالات جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ اتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية ويحذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية وأي شخص بوعدك بشيء يعني حط في بالك ممكن ما يوفي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء